مرحبا بكم في أمريكا تشارت هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحليل الرؤية قصيرة الأجل في سهم مايكروسوفت بناء على طلب المشاهدين مبدئيا بالنظر إلى السهم ممكن تتخيل أنه عرضي أو هابط لكن أنا عايز أعرف هيكل السهم العام هنلاقي أن على الإطار الزمني الطويل سهم مايكروسوفت في اتجاه عام صاعد طويل الأجل الاتجاه العام الصاعد طويل الأجل ده كان من أوائل العام يعني تقريبا من فبراير بدأ ينطلق بقوة للأعلى ونلاحظ أن التصحيحات شكل التصحيحات أثناء الصعوب لم يكن في السابق عنيفا يعني معظم الوقت هابط ولكن بشكل طفيف يميل إلى العرضي وتلاقي السهم يدخل فيه نطاقات عرضية حتى يلتقي بخط الاتجاه ثم ينطلق لأعلى كما حدث أكثر من مرة ولكن أرى أن دي أول مرة يهبط بعنف قبل كده ما هبطش بنفس العنف الهابط ده ما قطعش المسافة قبل كده من خط القناة لخط الاتجاه بدون تصحيحات يعني كان يذهب في حركة هابطة حركة تصحيحية حركة هابطة أو حركات هابطة تصحيحية إنما هنا مباشرة حركة تصحيحية للأسفل هبوط على الإطار الزمني القصير دون أي تصحيحات دي أول علامة ألأ إن الذهاب مباشرة عكس المعتاد طيب ثاني علامة ألأ إن اختبار خط الاتجاه الصاعد الآن وإن كان نظرياً ما يزال ناجح عفوا إلا إن حجم الفجوة السعرية هنا مخيف حجم الفجوة السعرية هنا تقريباً من 433 فتح عامل 415 أنا بقول تقريباً يعني حوالي 17 دولار حجم الفجوة السعرية وظهر إمتى وفين ظهر عند خط الاتجاه يعني المفروض عفواً المفروض وإنت بتختبر خط الاتجاه نبدأ بقى نشوف شموع بيضاء زي دي مثلاً حتى الآن لم يحدث والعكس شفنا شمعة سوداء بحجم تداول مرتفع يعني شفنا ضغط بيعي مع الفجوة السعرية في نفس دات اليوم وقفل تحت الـ 410 يعني هو إن كان فتح الـ 433 ففي نفس دات ذلك اليوم كان فيه سيطرة بيعية في الجلسة بعد الفجوة السعرية وقفل تحت الـ 410 فاحنا بنتكلم في حوالي أكتر من 20 دولار ضغط بيعي في يوم واحد وبحجم تداول مرتفع ومباشرة بعد إعلان النتائج أين المشتري المعتاد الذي من المفترض الطبيعي والبديهي والمنطقي بتاعه إنه يظهر عند خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل إنه أنا شايفه حتى الآن اختفاء كامل للمشتري طويل الأجل الذي اعتاد الظهور عند خط الاتجاه طيب هتقول لي هلاحظ حد بيقول بس هنا برضو كان فيه فجوة سعرية مشابهة وهو في الرمأ الأخير من التصحيح ثم ظهر المشتري كلام جميل ظهر المشتري فين ممتازا ملحوظة ظهر عند خط الاتجاه ما ظهرش ليل الوقت كلامك مظبوط وعندما ظهر في جلسة يوم تقريبا الجمعة طبعا على ضعف شديد حاول يطلع ورجع نزل تاني وضيع كل ما كسبه وحدث ولا حرج عن حجم التداول الضعيف علشان نشوفها بشكل أوضح ده اللي حصل يوم الجمعة يعني حتى لما المشتري ظهر يوم الجمعة لم يتغلب على حدود الضغط البيعي التي كانت في الجلسة السابقة لا قدر يطلع فوق 416 ولا يقفل عندها ومش بس كده كل مكاسب الجلسة ضيعها تقريبا أو معظمها في الختام وإن كان فيه وقت من الأوقات مع الافتتاحك نرحل الـ 480 حدثوا على حرك عن ضعف حجم الشراء طب إحنا علشان نقول أن سهم مايكروسوفت ظهر فيه المشتري المطلوب وظهر فيه الدفع الشرائي للأعلى المعتاد عند خط الاتجاه إحنا عايزين نشوف شامعة شكلها عامل إزاي عايزين نشوف مستوى يكسر لأعلى رقمه كام دول الحاجتين اللي انت عايز تعرفهم أول حاجة إحنا عايزين نتجاوز ربعمية وخمستاشر للأعلى شكل الشامعة إيه مش فارق بقى يعني مثلا هدي لك أمثلة متعددة تعالى ندخل زوم أكتر أهو عشان بس هدي لك أمثلة متعددة واشرح لك إشكالية برضو بتقابلنا هذه الربعمية وخمستاشر أو الربعمية وستاشر مثلا مثلا أنا بدي مثال نلاقي السهم بيطلع كده سيطرة شرائية ممتازة بظلال قليلة للأعلى وظلال قليلة للأسفل هيبقى مقبول أو شامعة بهذا الشكل أو شامعة بهذا الشكل أو شامعة بهذا الشكل أنا بدي أمثلة والأمثلة لا تعد ولا تحصى بقى لو هاعد أعمل كده مش هخلص لكن عند تجاوز الخط الخاص بربعمية وخمستاشر اللي هو أكون فيه عندي دلالة انتصار على الضغط البيعي الحاصل هنا بفجوته السعرية العملاقة يستحسن يكون العودة فوق الربعمية وستاشر بحجم تداول إيه أعلى من المتوسط إحنا شايفين الخط المتوسط أو خط المتوسط نبقى أعلى منه مش مطلوب كتير يعني طيب فيه إشكالية تانية إن صمام الأمان الآن عنده ربعمية وعشرة لكنه لن يستمر كذلك يعني إيه بقى ما هو صمام الأمان جاي من خط الاتجاه الصاعد ووضح جدا إن خط الاتجاه الصاعد يمين للأعلى فبمرور الوقت يوم ورا يوم ورا يوم صمام الأمان هتلاقيه بيعلى 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 يعني يبقى ربعمية وعشرة ممكن منتصف الأسبوع يبقى ربعمية وعشرة ممكن مع ختام الأسبوع أو الأسبوع القديم يبقى ربعمية واثناشرة ويبقى مطالب في عز ما هو السهم تحت ضغط بيعي قصير الأجل إنه يحافظ على صمام الأمان العمالي يقترب أكثر وأكثر ولا يوجد مشتري يستفيد من هذا الصمام ويرتند الأعلى غياب كامل فخلي بالك مايكروسوفت هيدخل في المواضلة بقريب لو ملحقش نفسه بالارتداد فوق ربعمية وخمستاشر والإغلاق فوقها على الأقل جلستين أظن الأمور هتبقى صعبة وممكن بقى لقي إشارات غلط كتير في الاتجاهين يعني ممكن لقي كسر الربعمية وعشرة ويرجع تاني يرجع فوق خط الاتجاه يرجع ينزل فوق الربعمية وعشرة ومجرد لو حصل هذا السيناريو من التلاعب فوق السهم أظن فوق خط الاتجاه أو حول خط الاتجاه أظن الرؤية تزداد ضعفا طيب كلمة فاصلة ربعمية وخمستاشر عشان أريحك فوقها إيجابي تحت منها سلبي بخلاصة الأمر ربعمية وخمستاشر فوق منها إيجابي تحت منها سلبي وتحت منها سلبي وإن كان محافظا على خط الاتجاه لأن ما حدث قبل الذهاب لخط الاتجاه من فجوة سائرية وصيطرة بيعية وحجم تدول مرتفع حاجة تقلق فنخلي بالنا كويس وما تنسوش بقى الناس أن السهم ده نفسه كنا بنزم فيه وبنظهر كل عيوبه لما كان بيكون قمم أعلى من قمم في السابق تجعله ذات رؤية إيجابية وفي نفس الوقت بيعمل قيعان أقل من بعضها البعض تجعل رؤيته سلبية وقلنا وقتها أن السهم ده مش واضح ويستحسن الإبتعاد عنه نظرا لعدم وضوح الرؤية فيه فواضح أن السهم الضعف السابق في الرؤية يبدو أنه بيرجع تاني للسهم بشكل جديد هتقول لي طيب دعنا نتحدث عن ما هي مستهدفات سهم مايكروسوفت لو قدر يتخلص من 416 ويتجاوزها لأعلى عندك محطة عند 424 أسف عندك محطة عند 424 قصيرة الأجل ومحطة أيضا قصيرة الأجل حول 440 لو تجاوز دول الأعلى طبعا أنا هنا بقى ببدأ أفترض معك بعض الأحلام يعني بأن الوضع حتى الآن ما حصلش المطلوب لكن تجاوز تلك المستويات للأعلى اللي هي 440 يفتح الطريق للذهاب لخط القناة مهما كان بعيد ومهما كان يبدو بعيد هيبقى مستعدة لكن أنا أرى كل الكلام ده سابق لوانه يعني العقل والمنطق يقول إن إحنا لو كسرنا صمام الأمان من باب أولا نبص على المستهدفات السفلية التي تبدأ من 400 دولار وربما تصل ل 385 على الإطار الزمني القصير أتمنى كل الأمنيات إن اللي حصل في هذا النموذج من الشموع اليابانية هنا شمع سوداء وفي باطنها شمع أصغر ثم من بعدها اكتسب موجة صعبة أو إذا ما شئنا الدقة حركة صعبة أتمنى إن هذا الشكل يتكون تاني مع افتتاح جلسة يوم لتنين إن شاء الله أتمنى ذلك لو ما حصلش يبقى إحنا عرفنا الرقم اللي المفروض العين عليه والمفروض فوق منه إيجابي وتحت منه سلبي علشان أبصت الرؤية وريحك أظن كده سهب مايكروسوفت رؤيته اتضحت بناء على طلب المشاهدين كان معاكم واي إليحيا كبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحلدين الفنيين بالتوفيق إن شاء الله